الأخ باسم والأسيس يوسف حبيبي حابين يكونوا معنا لكي يشاركوا بعض الأفكار عما يعمله الله في قناة الأرمية في الدقائق قليلة أهلا وسهلا بالأحبة شكرا أهلا وسهلا بالأحبة شكرا شكرا كيفك أخي سبعيد أهلا أسيس يوسف شكرا شكرا لإصطلافتنا في البرنامج أهلا وسهلا طيب إحنا يعني أخبار سارة طبعا إحنا العالم اللي إحنا عايشين فيه اليومين دول كل نسمع الأخبار عن الحروب وعن كورونا والحرب والكورونا لكن لما تروح عند الرب والرب يسوع الرب هو مسيطر على كل أحوال العالم بيسيطر على أحوالي بيسيطر على أحوالك عزيزي المشاهد وكمان عنده خطط خطط للخلاص خطط للشفاء خطط للراحة خطط لخطوات جديدة في حياتنا والرب هلا في هذه اللحظات أعطى الأرمية رؤية جديدة خطوة جديدة رغم كل ما يحدث في العالم كيزين كونترول هو يتحكم في كل شيء في كل أمور وإرادته أن نبدأ بالبشارة السارة الأخبار السارة أخبار الخلاص أخبار السلام أخبار المصالحة أخبار الرب يسوع المفرحة اللي بتخلص الإنسان من كل عوامل الخطيئة وكل ما ينغص حياته من ألام ومشاكل عشان كده الأرمية الرب أعطاها رؤية وسط هذا الزحام وسط هذه الاترابات أن نبدأ خطوة جديدة إلى الشرق الأدنى وبصورة غير عادية الرب أعطا كمان للأرمية قمر صناعي جديد اسمه يا سات ليصل إلى الشرق الأدنى يعني شوفوا يعني شيء عجيب أنه في وسط هذه الأشياء والاترابات الرب يقول أنا عندي مخارج للأمور عندي أشياء مفرحة عندي أشياء طيبة تثمن العظام سأبدأ عمل جديد حاللويا سيبدأ عمل جديد في تركيا سيبدأ عمل جديد في إيران سيبدأ عمل جديد في فاكستان في الهند في أفغانستان في بوتان في أزربيجان في نيفال الرب فتح باب جديد يعني ما يهمك ظروف العالم ومشاكل العالم أنت تهتم بها كلها وتهتم بكل فرد مننا ولكن في وسط هذه المعمعة الرب يعطي أمل جديد إشراقة جديدة شيء يعني يخبر الناس أنه هناك أمل ليس إحنا لا نعبد إله ميت نعبد إله حي إذن لنا أمل كل يوم أنما أستيقص بالصباح أمل بإشراق أن صلواتي قد تستجيب أمل في الحياة أن كل ما أعمله كل خطوة بإسمه هو موجود في حياتي إنما أطلبه أسمعه يتحدث إلي في أمل في المسيح لهذا نحن أخذنا هذه البشارة وبصفة خاصة هذا الاحتفال إلى اللغة التركية واللغة الفارسية عزيز المشاهد أنت عارف أني تركيا 82 مليون وأروح لإيران نفسي 82 مليون يعني عندك 80 و 82 مجموعهم 162 مليون واو شو هذا يعني 162 مليون مسلم ليازلوا ينتظروا اذهب إلينا وأعنا عزيزين يسمعوا البشارة مين هو المسيح إحنا نعرف أن إيران الرب بيشتغل بأعمال عجيبة ولا سيما في الولايات المتحدة الكنائز الإيرانية تفتتح في كل مكان رب له موعد مع إيران رب له موعد مع تركيا تفضل دكتور باسل شكرا عزيزي قس يوسف وأشكر رب من أجلك أخوية إسماعيل نمر وأشكر أحبان المشاهدين اللي أنتوا طبعا تشجعون وتشاهدون وأيضا استمنعتكم جاي تتابعون وتقبلون الرب كل كثيرين منكم قبلت الرب في آخر ربما أسبوع أو قسم آخر بآخر سنة لكن أنا يعني بس أعلق أنه بالنسبة إلى موضوع برنامج الأخس معيدة اليوم المسلم والمسيح بين الرفض والقبول هذا هو طبعا هدف القناة القناة الآرامية فلما نقول الرفض والقبول أول مرة لازم يسمعون أكو مسيح أو شنو رسالة المسيح بعدين يرفضون لو يقبلون فبنسبة لقص يوسف شكرا أنه انطيت مقدمة محترمة وشاملة الربي باركك لكن أنا بتريد أضيف معلومة صغيرة أخرى لما القص يوسف يقول 162 مليون مسلم دولتين فقط دولتين نعم نحن جاء نتكلم فقط عن هذا القمر الجديد نحن ما نتكلم عن القمر نايل ساد لازلنا على طبعا نايل ساد اللي يغطي الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وشمال أفريقيا بطينا نتكلم اليوم عن قمر آخر يختلف تماما وخلوني أيضا أقول أنه وين يغطي هذا القمر الجديد هو مو جديد لكن بالنسبة لنا جديد هذا القمر اللي اسمه يا ساد شنو الدول اللي يغطيها هو يغطي تقريبا النص الشرقي من الوطن العربي يعني ابتداءا من مصر خلو نقول وانت نازل إلى سودان وكل الجانب الشرقي مرورا ب لبنان أو فلسطين أو سوريا أو العراق أو حتى أبيغ سيتي يعني محافظة في في إيران اللي هي أهواز وطبعا الخليج العربي لكن مو بس هذه المساحة ليس فقط هذا الجزء من الجغرافيا أيضا طبعا يغطي إيران كلها وتركيا كلها ومو بس هذا يغطي أوروبا كلها ليش اختارينا هذا القمر وشنون اللي راح نسوي بهذا القمر أنه طبعا اللغتين مختلفتين يعني تركيا يتكلمون تركي وإيران يتكلمون فارسي بالمناسبة خلوني أيضا أضيف معلومة أخرى صغيرة تركيا هل تعرفون أنه بلد تركيا يعني خلوني نقول ثمانين مليون أو تسعين مليون هل تعرفون أنه هذا البلد الوحيد الذي به أقل أقل نسبة بالنسبة إلى ثمانين مليون تركيا بها عدد العابرين للمسيح أقل نسبة من كل دول العالم يعني خلوني نقول مثلا إيران لا بها هواية نورث كوريا أوه لا بها هواية لكن تركيا أقل نسبة فإذن هذه التربة تدروني عن مثل المثال مثل الزرع هذه التربة مو بس صخرية تحتاج لها حرافة كثيرة وشغل كثير ومتركة مهمولة مهملة أقل نسبة كانت من نصيب الأرامية مو إحنا وأنه الرب هو اللي يختار الأرامية الرب كان يختار أي شخص آخر أو أخذ أي منسر أخرى لكن أيضا بالنسبة إلى إيران كما تعرفوني يعني إيران تعبانة شعب الإيراني تعبان وإيران أيضا لم يستلموا الإنجيل مثل ما استلموه الوطن العربي أكثر من عشر فضائيات أو إلى آخر لكن إيران وإحنا طبعا عندنا نتكلم في لغتهم يعني القناة الفارسية ABN Parts هذه راح تكون باللغة الفارسية أو هي موجودة باللغة الفارسية وكلكم تعرفون أنه أكو عندنا ثلاث برامج أسبوعيا يعني يوم الاثنين قس أحمد وإليا وزوجة إليا يوم الخميس قسمه يارو وزوجته يوم الجمعة أخ كريم والنجفي وقاسم من زمان إحنا صارنا يعني جاء نبث برامج رايب توكشو على ديجيتر وان لكن باتر راح يكون أول يوم راح حاليا أكو عندنا يعني السلايد كومنج سون على القمر ما يلساد لكن باتر ساعة ستة صباحا راح تبدأ البلايليست تبدأ برامجنا باللغة الفارسية على هذا القمر أما بالنسبة إلى تركيا هي راح يكون نفس التردد لكن راح نبدي بالبلايليست يعني باللغة التركية من يوم 15 أكتوبر يعني بتركيا هم راح يشوفون هذه القناة الفارسية لكن بالنسبة لهم راح يشوفوها اعتبارا من يوم 15 10 أخيرا أو ملاحظة أخرى أيضا أريد أقول أنه إحنا خطينا خطو بالإيمان فقط وهذا ليس هو فاندريس لكن ماذا تتوقعون يعني قناتين على ستلايت بالإضافة إلى ديجيتل يعني ديجيتل ما الفارسية نزلت قبل 3 شورت يعني في منتصف جون تتوقعون التركية على ديجيتل أيضا تقريبا من نفس الفترة لكن باتر راح يكون أول يوم بس من خلال القمر من خلال القمر ستلايت ومثل ما ينزلون العربي وأمور أخرى فارسي هكذا أيضا هذه الثانية شغلة أخرى أريد أضيفة أيضا لأنه طولنا أنه يعني باتر أيضا أول شور راح يكون لبرنامج أخباري ساعة ثمانية ونص مساء باللغة الإنجليزية أباوت إلكشن 2020 فعلا يعني الباب الله فتح هذا الباب لكم وإن وأنا أصلي أنه كلكم تكونون شركاء في هذه القناتين أو هذه اللغتين اللذين في أمس الحاجة يعني هم يختلفون تماما عن العراقيين أو عن مصريين أو عن اللبنانيين ليش بكوز ما وصلتهم الرسالة يعني أخيرا لما قال يوسف فعلا هذا يعني أرقام كأرقام 162 مليون لكن لكن هناك كثيرين من الدول الأخرى المجاورة مثل أذربيجان وأزبستان وطجاكستان وحتى في كردستان يتكلمون الإيراني والتركي أصلا لدينا محافظة كركوك لدينا لكن لكن هناك بالملايين من الطرفين إيرانيين وأتراك يعيشون في أوروبا ونفس التردد يصل إلى أوروبا وبالأخير سيسمعون يجوز ليس بأول شهر أو ثلاثة لكن بعد ستة شهر أنا أشكرك أخي اسماعيل ما يبقى سيوسف تريد آخر نص دقيقة قبل ما نروح شور أنا بس بدأ أوضح أني في تركيا في كمان جنسيات أخرى في التركيش البيبول يعني التركيين نفسهم وكردش يعني في لغتين في تركيا في الكردستان والكردستانيين والكردش يعني والترك لكن في إيران شي يعني عجيب يتحدثون للفارسية وبعضهم يتحدث عزاري وكردي كمان واللور والبلوشي عرب وتركومان وترك تريبز كلهم دول لغات في تركيا والأرامية بتغطي بعض هذه اللغات إذا كانت الكردش البديني وتركش العادي والفارسي طبعا الرب بيشتغل وله طرق عجيبة في عمله في هذه الخدمة إحنا بس أيضا خس يوسف اسمح لي لأنه طوّم أنا بس أريد أقول آخر بلاحظة رجان لا تنسون النايلسات النايلسات أيضا هو بالإيمان فإذا أقولكم الأرقام تتعجبون فأرجو ساعدونا على النايلسات ساعدونا على الياسات ساعدونا في هذه القناتين كل واحدة قائمة بذاتها يعني هي إليها على النايلسات على النايلسات على النايلسات على الستريميار على أمور أخرى مثل لائف توق شوز يعني بالمناسبة يوم 15 بالشهر أو 20 بالشهر رح يكون أول برنامج لايف مباشر على من أوروبا إلنا يعني إلنا مننا لأنه القس ممدوح يوصال قوة وزوجته رح يكونون يقدمون الحلقة الأولى باللغة التركية على القناة التركية على القمر سهد التردد 12,594 Vertical ربي بارككم ربي باركك أخوي إسماعيل شكرا ومشكورين على هذه القترة القليلة التي تتغني شكرا شكرا مرة أخوي إسماعيل ربي باركك ويبارك مرنامجك والصلاة أن المشاهدين عددوا بالصلاة والتعديد المادي حتى تستمر هذه الخدمات التي تؤديها الأرمية شكرا أمين شكرا يعني أهزائي المشاهدين أحبائي المتابعين شفنا كيف أنه الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإذا معرفت الحق يقبلون فنشكر رب لأجل وما يعمله الله بالروح القدس من خلال القناة الأرمية نصلي أن الرب ينجح العمل وكما طلب الأخ الحبيب والأخ باسم والأخ يوسف حبيبي أن نصلي لأجل هذا العمل وأن نساعد في هذا العمل